أمل أن ينقض من جديد داخل البيت الشعي بأن تدخل أزمة مراحلها النهائية وأن تتجه نحو الحل بعد اجتماع العامري في الحنانة وتوجه مرة أخرى صوب أربيل قراءات واستفهامات عديدة تحاول أن تستشرف في شكل التحالفات الذي سيتم الإعلان عنه بعد أن تحسم المحكمة الاتحادية دعاوى الجلسة الأولى قطارنا لا يغادر دون الإطار هكذا علق البيت الكردي في حديثه عن زيارة هادي العامري إلى أربيل الذي باشر اجتماعاته مع قياداته فور وصوله جولة تفاوضية مكوكية يخوضها العامري مرة أخرى للأمنمة الأزمة وتدارك التوقيتات الدستورية اذ تفرض الوقائع على البيوتات السياسية حسم أمرها وترتيب أوراقها فإن قرار المحكمة الاتحادية بات وشيكا وإن قطار العملية السياسية لا ينتظر أحد ومع تزايد مناسب الأمل داخل البيت الشيعي بأن يحقق قطباء الخلاف توافقا يسمح بمرور العملية السياسية المرحلة الحرجة والانفتاح على الواقع السياسي الجديد في وقت تتقافز لأذهان المراقبين للشأن السياسي في العراق التساؤلات حول ملامح الأزمة القادمة بعد أن يتم إنهاء أزمة الكتلة الأكبر التي باتت قريبة من الحل متسائلين عن إمكانية أن تمر عملية تشكيل الحكومة دون جدل سياسي قد يؤدي مرة أخرى إلى انغلاق على جميع المحاول ترجمة نانسي قنقر